ديازو اختيار المغرب نابع من القلب ولم أتعرض لأي ضغط لتمثيل إسبانيا قال الدولي المغربي إبراهيم دياز لاعب فريق ريال مدريد الإسباني لكرة القدم إن اختياره لتمثيل الأسود نابع من القلب وأضاف الأسد الأطلسي في حوار مع برنامج إلا رغيرو على قناتي كادينا سير الإسبانية أنا أختار دائما بقلبي وأشعر أنني إسباني مئة في المئة ومغربي مئة في المئة وواصل لقد نشأت في إسبانيا إذا كان علي أن أسجل هدفا في مرمى إسبانيا سأكون سعيدا بالطبع لكنني أفضل أيضا أن أسجل أهدفا في مرمى فريق آخر الحب الذي منحني إياه إسبانيا والمغرب عظيم للغاية إنهما دولتان رائعتان لدي جذور مغربية لكنني نشأت في إسبانيا هل سأحتفل بهدف في مرمى إسبانيا؟ الآن لا أعرف ماذا أقول لك لكن يمكنني أن أقول لك إنني مقتنع بقراري بنسبة مئة في المئة وشدد دياز على أنه لم يتعرض لأي ضغط لتمثيل إسبانيا مشيرا إلى أنه لن يفعل ذلك أبدا مردفا إذا كان ديلا فوينتي يشير إلي فلا أشعر أني مخاطب وختم أنا فتنان لديه أحلام بكل بساطة المودة والمشروع الذي علموني إياه في المغرب يبدو جيدا جدا بالنسبة لي لقد تم اتخاذ القرار لآن لم يعد الأمر يستحق التفكير في ماذا كان سيحدث لو لم أرد تغيير أي شيء لم أفكر فيما إذا كان لويس ديلا فوينتي قد اتصل بي لاتخاذ هذا القرار أم لا بخرج